واحدة بتقول أنا بحب وجود شخص معين في حياتي وهو مش موجود على طول حاجة زي حب من طرف واحد هو بيحبني كزميلة لي أو صديقة وأنا كل التفاصيل بتفرق معايا هو مش بيفرق معايا حاجة الفكرة أني مش ببطل تفكير فيه وببقى عايزة أكلمه كتير وما بحبش آجي على نفسي وأنا اللي على طول أتكلم عايزة أبطل تفكير فيه وفي نفس الوقت مش عايزة أخسره كصديق عايزة أنا مش أنا هو الشخص الأول في حياتي وأنا مش أول حاجة في حياته أنا عزيزة عليه وبيحبني عادي كأخت زي ما بحب أي قريب عايزة أتخلص من وجوده في دماغي طول الوقت ممكن ترشدني يا أبي أعمل إيه طول ما فيه جواكي حب نحيته ما فيش نصيحة هتنفع إلا إذا أنت أخدت قرار إن أنا ما ينفعش أكمل كده مش أنت البنت اللي جوا الفريم بتاعه يعني ممكن يفاجئك في يوم الأيام ويقولك أقولك خبر حلو فيه واحدة تعرفت عليها وشكل كده مشاعري اتحركت نحيتها أنت لما هتسمع الخبر ده هتستقبليه إزاي وهيبقى وضعك شكله إيه وخاصة طول ما أنت بتتعاملي معاه أنت مشاعرك ما بتقلش أنت مشاعرك بتعطش نحيته أكتر ومنية نفسك أنه هو اللي يتصل بيك مرة مش أنت اللي تتصل بيه يا بنتي أنت زي ما قلت أنت مش في دماغه فأنت بتعذبي نفسك الحاجات دي أنا عارف أن هيقولولي البنات صعبة عليها تعمل كده بس هي محتاجة قرار قرار يعني إيه لأ ده مليش حق أفكر فيه طالما أنت متأكدا ومفكرش فيك أنا عاملة كده زي ما بيقولوا في المثل البلدي متشعلقة في أحبال دايبة وممكن ربنا يكون شايل لك إنسان مناسب هيتعرف عليك بعدين فأنتي خدي قرار مع نفسك وقولي نفسك كده كفاية تعذيب كفاية أعذب نفسي وكفاية أتعب أعصابي وكفاية الحاجات دي بتأثر على البنات توصل لها ممكن تأثر على صحتها فعلا فعلا أرجوكم فأنتي خدي قرار بالإقلال على مستوى الأخوات ثم لو لو مش قادرة كمان يبقى إطاعي العلاقة خالص دا لا نقدر أرهولك وإن كان صعب لكن أنا شايفه دا الحل الوحيد أنت